يواصل طيران العدوان السعودي استهدافه لمعظم محافظات الجمهورية ففي صعدة استشهد ثلاثة مواطنين وجرح خمسة آخرين بينهم طفل في غارات استهدفت سوقا شعبيا بمنطقة مران في مديرية حيدان كما استشهدت امرأة وطفلتان بغارات لطيران العدوان السعودي على منطقة بني صياح في مديرية رازح الحدودية وشن طيران العدوان السعودي ثمانية عشرة غارة على منطقة الجبيرة ووادي آل أبو جبارة في مديرية كتاف وثلاث غارات على شرق منطقة كتاف وست غارات على منطقة آل مجدع في مديرية باقم وغارتان استهدفت سوق المهادر مخلفا دمارا هائلا في محلات وممتلكات المواطنين كما شن طيران العدوان السعودي عدة غارات استهدفت مشروع كهرباء في مديرية حيدان ما أدى إلى تدمير المشروع بالكامل مع جميع محتوياته وأجهزته وفي صنعاء شن طيران العدوان السعودي ثلاث غارات على مديرية بني مطر استهدف فيها مزرعة في منطقة المساجد ما أدى إلى إحداث أضرار مادية في المزرعة وثلاث غارات على منطقة الحفى ونقم الآهلتين بالسكان وغارتان على دائرة الأشغال العسكرية في حي سعوان موقعة بها أضرارا مادية فادحة وفي ذمار شن طيران العدوان السعودي غارة على مدينة الشرق في مديرية جبل الشرق وفي مأرب شن طيران العدوان السعودي سلسلة غارات على مناطق متفرقة من المحافظة وفي حجه شن طيران العدوان السعودي أكثر من ثمانية عشرة غارة على مناطق متفرقة من مدينة حرب استهدفت أبراج اتصالات وأخيرا في تعز شن طيران العدوان السعودي ست غارات على جامعة تعز وبيرباشة وحي السلال والضباب وطيران العدوان يطلق قنابل ضوئية على مديرية الوازعية كما شن طيران العدو السعودي أكثر من خمس وثلاثين غارة على مناطق وأحياء سكنية متفرقة